وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرابة 90% من طلبة الشهادة الإعدادية انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها يناير المقبل موضحة أن آخر موعد للتسجيل بعد غد الخميس 31 ديسمبر الجاري وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الطلاب الذين لم يسجلوا سرعة انتهاء تسجيل الاستمارة قبل غلق باب التسجيل باعتبار خطوة التسجيل الإلكتروني للاستمارة ضمن خطوات التقدم للامتحانات الورقية التي تنتلق على مستوى كل محافظة خلال الشهر المقبل وأكدت الوزارة أنه في إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 وإماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التي تشمل ميكنت إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادة العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية فقد تم إتاحة التطبيق الإلكتروني القاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب الذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد عبر الرابط أوفيس 365 وشددت الوزارة على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادي المقيدين بالمدارس سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها موضحة أنه في حالة وجود أي خطأ في البيانات بيتم الرجوع فوراً للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وبيتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني